اشتركوا في القناة رقية شرعية ورقية شركية الرقية الشرعية لابد فيها من شروط ثلاثة اذا اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة تنتقل الرقية من رقية شرعية الى رقية شركية يا شيخ اترك الجوال اتركه نصف ساعة عندنا ونقف ان شاء الله وبعدين راجع كل الرسائل الشرط الاول ان تكون الرقية من القرآن او السنة او باسماء الله وصفاته الرقية من القرآن كان يقرأ الفاتحة من السنة كان يقول مثلا اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق باسماء الله وصفاته يقول يا حي يا قيوم اكشف ما نزل بي او بيصح نعم يا حي يا قيوم دعاء الله سبحانه وتعالى باسماء وصفاته اذا هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان تكون الرقية بكلام معلوم مفهوم مسموع وباللغة العربية لا يوجد عندنا رقية باللغة الانجليزية باللغة الاردية باللغة الفارسية لا يوجد الرقية فقط باللغة العربية كلام معلوم خرج بهذا الكلام غير المعلوم مجهول عندنا يقول مثلا خربوش لا ندري ايش خربوش ممكن ينادي الجن اسماء الجن والشياطين ولازم يتكلم بكلام نفهمه يعني لا يصح أن يتمتهم لا نقول نريد نفهم ماذا تقول او نقول عنك ساحل ولابد ترفع صوتك ونسمع ماذا تقول حتى لو كان هذا الذي يأتي بالرقية المفدي لا بد يأتي بهذه الشروط الشرط الثالث من شروط الرقية أن نعتقد أن الرقية سبب والذي بيدي جلب المنافع ودفع المظار هو الله سبحانه وتعالى ولهذا الشيطان الساحر الآن لا يجعلك تعتقد فيه أنه سبب لا يجعلك تعتقد فيه النفع والضر من دون الله يقول دواك عندي وأنا غير مسؤول عنك بعد ثلاث ساعات وكذا مثلا طيب اذا الرقية شرعية وشركية اختل شرط من هذه الشرط الثلاثة تنتقل من شرعية لشركية التمائم كلها من الشرك كل التمائم من الشرك رأس الثور السمك يضع على البيوت على أولاد على السيارات على الدواب خرق تنظر في السيارات الكبيرة التريلات والويتات يضع خرق سوداء حذر المفتي والله منها وجه إلى إدارة المرور بأن ينبه هؤلاء إزالة هذا الخرق السوداء خرق سوداء نع القديمة إطارات السيارات حافر الفرس رأس ثور أعين الذئاب خرز الزرقاء عين كف هذا كل هذا من الشرك لا يمكن أن نضع شيئا من هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لديها أولاد ودواب وبيوت ولم يضع شيئا من هذا الذي يحفظ لنا هذه الأشياء هو الله سبحانه وتعالى لكن عندنا إشكال في التمائم إذا كانت من القرآن إذا كانت من القرآن لا تعلق أيضا لماذا؟ لدخولها تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من الرقى والتمائم ولكراهية السلف ومنه ابن مسعود رضي الله عنه ولكراهة عند السلف تحريم وفيه فتح باب شرع للناس لأنه من رأىك تضع تميمة لا يدري هي من القرآن أو من غير القرآن يظن أن كل التمائم جائزة وفيها امتهان للقرآن لأن الآن يضع مثلا التميمة على الولد من القرآن ويدخل بها كرمكم الله للحمام أو يأتيها شيء من بول الغلاء إذن التمائم من القرآن لا تجوز من غير القرآن هي من الشرك ينتشر عن بعض العوام في القرى أنواعا من الرقية يقول يرقي مثلا بلعابه وينهى عن قتل الحيات والأفاعي كيف؟ جاء الأمر بقتل العقرب صحيح؟ هو هذا ينهى بل الحية تأتي وتنام معه في البيت إذن هذا إلا معه الشياطي فأخواننا لابد نعلم الناس نعلم الناس التوحيد لأن بعض الناس شغلوا الشاغل فقط التكفير والتبديع والتفسيق لا دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب تسمى بالدعوة إيش؟ الإصلاحية أراد إصلاح المجتمع لا تكفير المجتمعات الذي يصدر الأحكام على الأشخاص فلان كافر فلان مبتدع فلان ظال المحاكم الشرعية عندنا أو الإفتاء نحن علينا أن نبين نوضح للناس نعلم الناس التوحيد ونحذر من الشر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضو الله عنه أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد